كيف تقرأ ألف آية من القرآن في نصف دقيقة؟ تحصل السبب قراءة ألف آية روما البعض مننا أو الكثير مننا يعلم الكافرون والزلزلة وسورة النصر بربع القرآن وكل واحدة منها الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة تريد منه الزواج فنظر إليها ثم لا يرد فقال أحد الصحابة يعني يا رسول الله لو لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال هل معك من شيء تعطيه لها؟ قال لا قال له لا فقال هل معك شيء من القرآن؟ قال معك سورة الكافرون؟ قال له نعم قال له ربع القرآن هل معك الزلزلة؟ قاله نعم قال ربع القرآن قالوا هل معك إذا جاء نص الله الفاتح؟ قال نعم قال ربع القرآن قال معك سورة الإخلاص؟ قال الله أحد قال نعم قال ربع القرآن كانوا مع القرآن كله بالأربع عضو قال هذهب زوجتك إياها بما معك من القرآن لكن الكثير مننا لا يعلم أن سورة التكاثر بألف آية ربما قال للصحابة رضا عنهم من منكم يستطيع أن يقرأ كل يوم ألف آية قالوا يا رسول الله من من يطيق ذلك قال من قرأ سورة التكاثر أو أهلاكم التكاثر فقد قرأ ألف آية سواب ألف آية فهريت زي ما أنت بتكسر من الأربع سور دول سورة الكافرون سورة الزلزلة سورة إذا جاء نص الله والفتح سورة الإخراس لو أنت بتقرأها ثلاث مرات بتاخد قرأة القرام كله سواء في قيام الليل أو في كمان تكسر من سورة التكاثر في سورة الدهر في سورة العصر أهم حاجة إخلاصه النية واحتسابه الأجر لأن هنعمل عمل أن يحتسب أجراءه عند الله فهو حزبة الله عند الله فالعصاص أمكانك اشترض أن يجب أن تحتسب الأجر طبعا أنا أحتسب الأجر لازم أكون أعرفه يعني ماذا يحتسب؟ أنا أحسبها أنا أرغب صورة التكاثر وأنا أعرف أنها بألف آية وأنا متشوق للأجر ده وأنا أحسبه لو أنت احتسبت الأجر ده وعرفه وحسبه وعنفعه عرفه هو إيه وبتقرأ وبتقرأ وانت بتقول له واحد قال لك أنا أحديك 10 جنيه أو أحديك ألف جنيه لعملت العمل ده فأنت عارف أن تلاقي لك كام فلما يخلص العمل بتقوله أديني الألف جنيه بتاعتي فلما يكون أعرف تلك إيه غيرما يكون من أcked لك أعرف فلبي الرسcü صحي commence ع이고 أعزنا نبقى عارفين الأجر ولكن أنه متشوقين للأجر فعن شكرا trip contrast reason من عمل العمل لأن يحتسبه أجره عند الله يعني أحدث يعني عارف الأجر وبيحتسبه حسبه حسبه بالملك وحسبه ومنتشوق له فهو حزبة الله عن الله لیکن Shankar وي حزبة علم وضخر الله عن الله صلح مع الشهادية فهو حسبة الله عن الله يبا ربنا هسيبهونه وحيخلوهونه. فيقرأ صوت التكاثر في صورة الظهر في صورة العصر في صورة الظهر. مخلصا ان هي محتسبة لأجل ربنا سبحانه وتعالى حيديك بقراءة هذه الصورة الف آية. ومتنساش طبعا قراءة الاربع صور التانيين. لو قدرت تقرأه مع بعض كلهم برضو في صورة الظهر في صورة عصر. يجوز يجوز ان انت تقرأ اي تقرأ تلات ربع صور خمس صور عشر صور صغار واربعض. بنية انت تقرأه كله او تقرأ صوته الاخراص تلات مرات تخد ارقرأ كله او تقرأها عشر مرات تقوم تبني قصر عظيم في الجنة. اه وتكاينك قرأة القرآن تلات او قرأة القرآن تلات مرات. وهكذا. يبقى برضو صوت الاخر. صوت التكاثر انا اكثر منها بنية ان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني الف آية زي ما رسول الله قال. في رسول الله ما لم يقدر يقدر الف آية. يا لهم مين يقدر رسول الله? قال لهم يا رسولتك. معناك كنت تاخد السواب الف آية فعلا. فمحدش يستكسر فضل الله سبحانه وتعالى. اياك ان تستكسر فضل الله سبحانه وتعالى. هذه الامة لها فضن العظيم على كل الام الصبيقة. لذلك اعطان الله سبحانه وتعالى هذه الهدايا. لكي نصل الى اعلى الضراجات. لان احنا افضل الامم. فانا هكتب لكم الكلام ده تحت الفيديو نسخوه ونشروه 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 هذا قولي هذا. استغفر الله ليوركو.